أكد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر أنه ليس ساحرا كما يتصور البعض في دل تصدياته لركلات الترجيح في بطولات كأس الأمم الإفريقية وقال أبو جبل إنه استعان بزجاج مكتوب عليها قصاصات ورقية بأماكن تزديد دربات الجزاء للفرق المنافسة وأشار إلى أن ما حدث أمر علمي مخطط له ويخدع لدراسة من مدرب حراس المرمى عصام الحضري ومحلل أداء المنتخب المصري وأوضح أنه تصدى لدربة جزاء من صاد يوماني نجم السنغال في النهائي مؤكدا أن محمد صلاح قائد منتخب مصر جاء إليه بعد احتساب دربة الجزاء وأكد له أن ماني سيسدد في الزاوية اليمنى وأضاف صلاح قال لي بالحرف الواحي سيأتي ماني الآن لأنني أتحدث إليك وسيحاول استفزازك وهو ما حدث بالفعل فقال لي ماني أنني سأسدد في الزاوية اليسرى وصلاح قال لي ماني سنرى يا صديقي سدد في الزاوية اليسرى وسيعاقبك وأشار حارس مرمى منتخب مصر إلى أنه تعرض لدروف صعبة قبل بطولة بإصابته بفيروس كورونا لكنه تحدى هذه الدروف وكان واتقا في تأهو منتخب مصر إلى نهائي البطولة ترجمة نانسي قنقر